اشتركوا في القناة نهاردة عندنا تقم تحكيم كتن ايمن مقوم تقم تحكيم دولي تقريبا مقوم من ابراهيم نيرو الدين الحكم الدولي من مطقة القاهرة كان مع المساعد رقم واحد شريف عبدالله ايضا من مطقة القاهرة مساعد رقم 2 كان احمد نوفل القاهرة حكم الرابع حسين اسماعيل اللي هو موجود معنا من مطقة ملسا مطروح كان على الفوار محمود السوقي وعطف حسين وايضا دولة من مطقة القاهرة قبل ما نروح للحالات كتن ايمن خلينا ندي درس مستفاد من هذه المباراة للحكم نخلق قطلة الاهلي بنتكلم في نجاح الحكم او نجاح المباراة نتكلم نمر واحد نتكلم فيه التوقع الجيد لطرق واسليب لعب الفريقين توقع مش بس التوقع التوقع الجيد وكمان ازاي تقرأ الطرق واسليب لعب الفريقين وازاي تروح في المكان الصحيح عشان تدي القرار الصحيح دي نمر واحد نمر واحد نمر هاتم نكلم فيه الهدوء وانا كابتنشير دايما الحكم اللي بيكون هادي لا يتأثر بالضغوط داخل الملعب او خارج الملعب بينعكس هذا الهدوء على القرارات التحكمية النهاردة بصراحة هو كان في منتقى الهدوء الحقيقة بالزبط اه ممكن انا نجعله الهدوء وممكن اعتقد اه حضراتكم تتفقوا معايا النهاردة أبراهيم كان هادي جدا جدا وبالتالي الهدوء انعكس على القرارات التحكمية حنشوف الكلام دا وقت من خلال الحالات التحكمية اخر حاجة هو التعاون كابتن ايمن وحدك عارف اي يعني كنتت عارف انت حكم التعاون بين تقم التحكم سواء كان فيه مدان اللعبة او فيه الفور كانوك تعاون وكان فيه كلام تقال قبل المباراة اعتقد ان هم قالوا كلام قبل المباراة ادروا ان هم ينفسوا في هذا المباراة خلال الحالات هنشوف كل الكلام اللي هنا ده هل هو حصل فيه المباراة ولا ما حصلش هنروح له الحالة الاولى وعاوزوا الحالة الاولى ديت مهمة جدا ليه الحاكم ازاي الحاكم هنا دي نشوف ابريم نوردين هنا تمركز هو هنا بص يعني كابتن ايمن عاوزك تشوف ابراهيم هو كان جاي عمودي صح وبعدين هو بص لما الكرة عملت ارتداد من الحارس شوف الخطواتين اللي فتحه من ناحية الشمال عشان يقدر يشوف اللعبة دا احنا نقول له الحكام دايما لما بيكون فيه عندك توقع في الحدث هنرجع تاني بس شون ايه ندي للحكام ازاي انك انت هنا هنقف هنا هو هنا ابراهيم متابع اللي يا بكتن وهنا مش متوقع لسه الدنيا هتبقى ازاي هنمشي شوية ونشوف وخلينا مع الحاكم شوية هنمشي شوية نمشي ونشوف لحظة ترتداد الكرة من الحارس المرمى نمشي تمام هنا هو هنا ابتدأ يتحرك يتحرك ويروح ناحية الشمال سواء عشان يقدر يشوف أصعد حال الحاكم هزي الحالة صح هل انت شوفت الحارس لعب ولا مين اللي نجح في القرى ولكن هنا بنقول ان كان قرار ابراهيم الدين راكل الجزاء لم يتردد صح في احتساب راكل الجزاء الصحيحة للنادي الاهلي وحنشوف في العادة اللي جاية ان حارس المرمى لم ينجح في لعب القرى تماما وهنا فيه اعاقب اليد وبالجسم على لاعب النادي الاهلي كهرباء هي صعبة فعلا كده عالية صعبة جدا جدا انت كحاكم مش هتشوف هو هنا هتقدر يشوفها بصورة جيدة حامل الراي ولكن حامل الراي حامل الراي لو فتحت كابتن ايمان ناحية الشمال سنة بزبوط هقدر ممكن اشوف مين اللي نعب القرى بزبوط طالد كده شريف هو اداله انذار بعد اللي نعب دي كده هو هنا هو فيه تنافس احنا قلنا التنافس دايما طالما فيه تنافس واحتساب راكل الجزاء بيبقى ما فيش انذار لكن الانهي مني هنا كابتشيف هو الكرار احنا في دي اع تلاتة او دي اع تنين الحاكم عنده يقز وتركيز وتوقع وحسب راكلة جزاء صحيحة هنا الفار عمل كنفيرما على الكرار كابتن هنا بنشوف هنا الحارس هنا خلاص هو نازل هنا على اليد على الرجل وبالتالي الكرار هنا كرار صحيح باحتساب راكل الجزاء بحي طبعا ابراهيم على ان توقع وتحرك ناحية الشمال عشان نشوف المخالف نشوف الحالة نروح حالة برضك من الحالات المهمة ونشوف هنا الشكل هنا جميل او لو حاكم بعيد شوية ومش مركز هيحسب راكل الجزاء كابتن عليها صح تماعي ولكن هنا نشوف هنا التفاصيل بتاعة اللعبة هنشوف اللعب المدافع هل هو نجح في لعب الكرة ام لا من خلال هنا هنا اللعب نجح في لعب الكرة وبتالي هنا مفيش مخالفة وهنا ادى راكلة راكنية وكان القرار للحاكم كان قرار صحيح نتيجة التركيز واليقظة في الحالة اللي هي قدامها نمر ونروح لي الحالة رقم ثلاثة ونشوف هنا عندنا المساعد ورقم واحد نشوف كيفية التعاومة بين الحاكم والحاكم مساعد حاجة جميلة جدا 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 في احتساب المخالفات رايم التماس وممكن الحاكم بعيد شوية وهنا نشوف هنا المخالفة والدفع والشد وكله تمام موجود والحاكم مساعد يمكن هنا مش مباين ولكن هنا اللي ادى القرار ده كابتن ايمن هو الحاكم المساعد اللي هو كان موجود شريف عبدالله بحقيه على التعاون في الحالة الإيجابية وطبعا عنده تكنيك راية هايل جدا جدا والده من ناحية اليمين نروح لي الحالة اللي بعد كده ونشوف الحالة اللي جاية وهي نتكلم في هدف محمد شريف ممكن الحالة دي حالة من الحالات الصعبة جدا 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 يعني اعتقد لو الحاكم المساعد حسب هدف انا همشي معاه احنا اختلفنا فيها هنا يعني انا اعتقد انا اختلفنا فيها مع الحاكم انا شايفها جون انا شايفها جون انا شايفها جون اه وانا برضو نفس الهدف نشوف العدم من الزاوية الجانبية ونشوف كده نايمان ونشوف الفرق ما بينها وبين اللي يبقى ده واضحة جدا بص كده هنا عندنا القدم ده قد الخط مغطي خالص تمام ماشي احنا بنتكلم على القدم ماشي وبنتكلم على جزء من الجسم كويس الجزء من الجسم التسلم بتحتسب اما بالقدم او بجزء من الجسد او بجزء من الرأس اليد ما بتخشش فيه التسلم مزبوط خالص مزبوط ان هو الفر هنا انا شايف حالة من الحالات الصعبة جدا جدا كابتن بصر اللي كان من الممكن الحاكم احتسب هدف والفر يمشي معاه هو الفر يعمل اينا عمل صبورتي للقرار بتاع المساعد حالة من الحالات الصعبة اي لو حنقول ان هو الفر هنا عمل الخط على الجزء من فوق الجزء اللي هو بالكتف طب والقدم هنا ايو القدم التانية دي يا كابتن تبتشور عليها القدم القدم هنا يا كابتن يعني اقرب للخط كتير هنا القدم هنا اي وهنا الجزء الجزء من الجسم حالة من الحالات الصعبة جدا جدا زي ما قلت لو الحاكم حسب همشي مع الحاكم المساعد لو لغى همشي معه طب هو السؤال يا كابتن بعد اذنك بسهで حواقه قابل ما ايمن التكلم القدم اللي انت شورت عليه مش ماغطيه بوضوح اللاعب الاهلي احنا بيكلم في الجزء ده كابتن مش ممك طيب والجزء ده ليس بق.. أبعد جزء مهود ده أقرب يا كابتن ده أقرب إلى مرمة الخصوم في جسد ومهودة الأهلي..أقرب شوية سنة كابتن عيمن أقرب Мوه من القدم بتاعة لعب طيب when there is a Season في شك مش تبقى الاولوية هنا. نتكلم بقى انت قلت حاجة جميلة جدا جدا. زي الحالة من حالات الصعبة انا بقول لهو لو احتسب الهدف الحاكم مساعدة نهمش معي في القرار. طب هو خط واحد يبقى ايه. لا ما فيش تسلل. ايه. خط واحد. ايه. ايه. خط واحد. خلاص. يعني هي هي حالة صعبة. صعبة صعبة جدا جدا. زي ما قلت حمش مع الحاكم المساعد في احتسب الهدف. ايه. حمش مع الفار. اه هنشوف بقى الفرق بين اللي جاية. نعدي وروح ليه الحالة اللي جاية. نشوفها. سأل سؤال يا كابتن قبل ما نعدي الحالة اللي جاية. دلوقتي الفار. اه. لما يكون فيه شك. احنا بناخد برأي الفار اكتر من الله زمان. لانك انت قلت انه قبل كده اول قانون بيقول لك. اه. اه. ده بتاع الفار. ما هو الفار هنا لغى. هنا الفار في الحالة ايه ده لغى. لا انا باتكلم على الكرة دي. ما هو. اه. هو ان اللي رفع والفار شايف انه هي. المساعد رفع. في هذه الحالة احمد نوفر رفع. والفار اكد على كلام الحكم المساعد. لا. هو مش اكد. هو عدد. اه. ساب بورد. ساب بورد. ساب بورد. ساب بورد. برابا عليه. احفوا هنا الخطأ. ليه? لان الساب بورد المفترض. اه. الفار هو اللي. اللي يزمان اللي بيعمل للفار ساب بورد. معاك. الحالة دي بقى كابتن عادل. هنيجي الحالة ده. هو بردك الحالة دي كابتن ايمن. المساعدة رفع فيها تسلح. نشوف هنا الحالة اللي بعد كده. الحالة اللي بعد كده. ولو الحالة ما رفعش. بتاعت قفش. هنشوف الفرق ما بين حالتنا كابتن قسامة كابتن شريف. كابتن عادل. وهنا طبعا بيستنى الفارت. نشوف الفرق ما بين الحالة كابتن علاء. هنا. الخط من فضلك لو سمحت. بص كده. الرجل. هنا الرجل. كابتن عادل. شريف. هنا الرجلة هي. هنا افشة مفيش جزء خالص من جسمه متقادر. يعني تشوف هنا الرجلة هي مغطية تسلل. هنا المساعد رفع كابتن قسامة. ما دي جون طبعا مية في المية. بس انا مش شايف ان فيها. اه اه اه. هنا المساعد رفع. هنا المساعد هنا رفع. خلي بالك. هو مين اللي صحح القرار? ايوه. الفار. ايوه ده اللي احنا. لان عنده يقين تماما ان الحالة هنا فيش فيتسلل وبتالي هدف افشة او هدف كهربا اللي جيه هدف صحيح مليون في المية. وبحي فيه محمود سوق الفار. لان هو زي ما قلت حيطك هنا الرجل. القدم مغطية. وهنا افشة. مش سابق ولا بجزء من القدم. ولا من الجسم. ولا بالرأس. يعني. طبعا اتحضرك وجهت نظرك مية في المية. بس انا شايف ان الحالة الاولينية زي دي تماما. الحالة الاولينية يمكن لأ دي دي باطحة. الفار حرم من جده دي واضحة. دي واضحة جدا ان دي هدف صحيح. انا لها سؤال بس. انا لها سؤال بس. هو النادل اهل اتحرب من هدف في الفار. من الفار. انا لها سؤال واحدة. لو لا يمان في الكرة دي. اه. ما رفعش. الفار كان حيلغيها برضه? لا. ما رفعش هنا فيه يعني المساعد هنا احتسب هدف. هو بزيط الفار يا كابتن هو بيعمل كنفيرما على الهدف. هل هدف صحيح? يعني. ولا لا. ما كانش هيرجع? لا. هيقول له ان الهدف سليم. خلاص. هيقول لهدف سليم. لو ما كانش رفع. لو لا امام ما رفعت. هو هنا المساعد رفع. لو ما كانش رفع. يبقى الهدف سليم والبولفار بيعمل كنفيرما تأكيد على قرار الحاكم المساعد. تمام? هنا هدف صحيح لكهربا. وهنا افشا كان في موقف سليم لحظة التمرير. وموقف التسلقات. قرات صعبة كده كده. صعبة. صعبة. صعبة جدا جدا جدا. نروح نشوف الحالة اللي بعد كده. وهنا بنتكلم في حالة من الحالات المهمة جدا جدا. ايضا اختبار تاني للحاكم مساعد رقم الاتنين يا كابتن ايمن. هنشوف الزاوية الجانبية. طبعا هنا. الاتنين التانين كانوا تسلل. في موقف تسلل. بربو عساقف لك يا كابتن ايمن. سوقنا كابتن. عساقف لك. بأمانة يعني. البعض يمكن ما خدش باله. طب حاولك على حاجة مهمة. تعال من الزاوية الجانبية يا كابتن ايمن ونشوف. عندنا في اتنين من النادي الاهلي في تسلل. صح. زاوية الجانبية. مزبوط. مزبوط. بس. بس. كابتن عادل. صح. اه افشا. هنا تسلل. هنا تسلل. هنا تسلل. هنا انا 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 بحيل حاكم ساعد دي. هو استنى. استنى. شاف مين اللي راح لعب. مزبوط. يعني هو مرش علاقة هنا. يعني مش من اول ما الكرة تتلعب كابتن هارب على تسلل على طول. مزبوط. لكن هو كان عنده رؤية يستنى نشوف ملاب. هنمشي شوية ونشوف مين اللي نجح في لعب الكرة. تمام يلا. يلا هنمشي. شوف هنا. سوق. هرجع تاني بس سنة تغير. هرجع تاني 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 تاني. اللي جاي من وراء فش ما ابقوا تسلل. صح. موقف سليم. واللاعب الناحية التانية لم يتدخل في اللعب كابتن عادل. ولم يتدخل مع المنافس. ولم يلعب الكرة. صح. واللاعب اللي هنا في القلب. لم يتدخل نفس الشيء. وبالتالي هنا هدف. انا بحيي ايضا الحكم مساعدنا. لان هو كان انتظر. وشاف مين اللي لعب. ودي حالة برضك من حالة التعليمية. بنقول لها الحكم مساعدين من فضلك. ما تستعجلش لما الاوفر يتلعب. وشوف مين اللي هينجح في لعب الكرة. وبالتالي هنا. الهدف التالت ايضا هدف صحيح وبحيي في الحكم المساعد. نروح للحالة اللي بعد كده. بنشوف هنا. ممكن هو ده الانزار الوحيد اللي جي في المباراة. وايضا شوف ابراهيم ابراهيم نور هنا. كان متأخر شوية. سايل. نرجع تاني كده عن اللقطة اللي هي الاولانية. بنشوف ابراهيم هنا. شوف الاسبرينت هو ابتدى هنا وحس بالخطر كانت ان هنا حس. وجي هنا المخالفة وحسب من بر. نزبط. حالة ايضا من حالات الصعبة. ونشوف هنا ايه ده انزار ليه تعطيل الهجوم الوعدة وبالتالي هنا القرار كان آآ قرار صحيح. المخالفة كانت من بر. هنروح شوف المخالفة. ونشوف العادة بتاعة الحالة. هنا. منشوف. هنا. ورور. والرجل هنا بتعمل الاعاقة. من تحت. وبالتالي المخالفة موجودة. من هنا كمان هنشوف. من بر. كابتن هنا من بر. المخالفة كانت من بر. من هنا. هو سقط داخل المنطقة جزا. لكن المخالفة كانت من بر. هنا كان قرار صحيح. والبطاقة الصفرة صحيح. بنقول للحكام. من فضلك. تبقى هادي. من فضلك. عندك الكراءة. ازاي تقرأ المباراة. وده اللي حصل النهاردة. كمان دينه حاجة مهمة. تتوقع كابتن عالق اللعبة. مش بس اللي كانت تجري في ملعب وخلص. لأ تتوقع اللعبة. هيكون فين بالزبط. عشان تروح في المكان. عشان تجيب التفصيل بتاعة الحالة. طاقم النهاردة. طاقم التحكيم النهاردة. قد مباراة. عندنا محمد شريف. لعبة محمد شريف. قد نختلف. قد نطفك. هي حالة من الحالة الصعبة جدا. ولكن باستثناء هذه اللعبة كابتن عالق. طاقم التحكيم النهاردة. قد بشكل جميل جدا. نتمنى. ان يكون التعاومة بين الفوار والحكام. ويكون هذا المستوى في المقرات اللي جاي. ان شاء الله. شكرا معك تماما. شكرا جزيلا. كابتننا الكبير. كابتن ناصر عباس. امتعتنا كالعادل. ولسا مكملين معكم مع انجومنا كبار اعزائي المشاهدين. ولكن بعد الفصل.